جرى اتصال هاتفي مساء اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتطورة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأشاد جلالة الملك خلال الاتصال بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تجاه مملكة البحرين وقضايا الأمة العربية منوها جلالته إلى أن مصر الشقيقة تمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية وعرب جلالته عن عجابه بما تشهده جمهورية مصر العربية من تقدم وتطور بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة معربا جلالته عن أصدق تمنياته لمصر قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار ومواصلة دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرة لقضايا أمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر